جميل 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 طيب هقولكو على حاجة اول حاجة هي عقرب الحالة المادية عندنا بتتطور ببطء يعني بموت فيكو كلكو والله بتتطور ببطء يعني ايه يعني شوية شوية في المصروف نبتدي نصرف في الحاجات اللي لها لازمة بلاك فراي داي والحاجات اللي جابت اجلنا دي بالراحة نصرف الحاجات اللي احنا محتاجينها فقط فقط الحالة المادية بتتطور ببطء الشهر داي يا جماعة نركز انا شايفة قدامي عمل جديد للعقرب الناس اللي ما بتشتغلش او مستمية شغل اذن الله في شغل جديد داي الناس اللي بتشتغل قردي حاضر يا حسين هرد على سؤالك حاضر اه بتد الناس اللي بتشتغل قردي ممكن يكون عندها اه تغيير في الشغل يعني هيروحوا شغل جديد هياخدوا معين في عندهم حركة بتحصل في الشغل او هياخدوا حتى دورة تدريبية في حاجة عندهم حركة بتحصل في مجال العمل كويس قوي قوي في عندي كمان ورق حكومة اه جوست اه جوستس جوستس لو هو مش ورق ورق حكومي زي مثلا ورق جمعة ورق مدرسة ورق قرد ورق قضية اي حاجة تخص الحكومة فهو ممكن يكون العقرب اساء الحكم على شخص معين اساء الحكم انا تظهر لي بعدي على طول حكم نهائي اوكي واطلق حكم نهائي يا رب ما يكون العقرب اطلق حكم نهائي في ظلم او في خطأ راجع نفسك يا عقرب المرحلة اللي انت عمال تحكم فيها وتطلق فيها احكام دي انك انت تطلق احكام صحيحة صفي زهنك وقيم الامور وحط نفسك مكان الشخص التاني قبل ما تطلق اي احكام منها اي ده كمان ممكن يكون معناه ممكن يكون معناه معافاة العقرب اللي كانوا عندهم اي بعد الشر ربنا يعافي الكل اي امراض جسدية او نفسية او اي حاجة من الحاجات دي ان شاء الله بيصحوا وبيصحوا وبيفوقوا والدنيا عندهم ان شاء الله بتتحرك كده الحمد لله في معافاة من مرض في عندي كمان في اكتمال دائرة اللي شغالين على حالة دلوقتي يا جماعة اللي شغالين على الى داخلين ما الشريع اللي بيعملوا اي حاجة عندهم اكتمال دائرة نجاح في كل حاجة ان شاء الله نجحين وبصوا بقى النتيجة بتاعتها مغامرة حاسس ان هو مغامرة وثقته في نفسه عالية جدا ومتفائل والدنيا عندك كويسة جدا وزي ما انتوا شايفين كارت اصفر والشمس طلعة تجنن تجنن بس هقرب خلي بالك انت متهور شوية عندك شوية اندفاع خلي بالك لان زم انتوا شايفين هنا الارض خلصت وهو مكمل فخلي بالك من خطوتك شايفة قدامي عمل حاجة انت بزلت فيها مجهود كتير 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 وما كنتش بتلاقي مردود او تلاقي مكافأة او تلاقي حاجة مردود يعني المردود ان شاء الله هيبان دلوقتي هيبان معك دلوقتي يا عرب حاجة اشتغلت عليها كتير او زي ما احنا عتعودنا من الكارت ده عملت خير في حد ساعدت حد وقفت جنب حد بيتردلك دلوقتي شايفة قداني صبر وانتظار مستني شيء الحاجة العطفية عندك مش باينة خالص في القراية الجنرل ولا كوباية ولا كوباية هل ده معناه ان حالتك العطفية مستقرة للدرجات دي يا عقرب انا مش عاربة بس انا شايفة صبر وانتظار هنشوف دلوقتي في عندي هنا 4 of pentacles ده زي ما انتو شايفين رابط على حاجة ماسك على حاجة شايفين كوين فوق راسه واحد بين ايديه واثنين ماسك عليهم تحت رجليل ده معناه ايه ده معناه انك يا اما ماسك على فلوس مش عايز تصرف فلوس او تبدي فلوس ولو حالة المادية دلوقتي مش مزبطة فانت عليك كل الحق ان انت تعمل كده او ماسك على مشاعر ماسك على اهتمام في حاجة انت مقرط عليها شوية اللي بيقول لي دفول ايه الكارت ده فعل اسمه دفول وبيوحي بالطيبة وبيوحي بالتلقائية والعفوية كارت جميل جدا عن فكرة مش معناه دفول يعني اهبل لا خالص بمعناه طيبة ومعناه عفوية وهو فعلا من العقرب كده في عندي هنا حالة دفاع عن النفس يا عقرب في حالة دفاع عن النفس شديدة او حالة منافسة شديدة جدا الشكل النهاية او الريزولت من الموضوع ده حاجة حلوة يعني لو هي حالة منافسة فانت ان شاء الله هتكسب المنافسة دي لو هي حالة دفاع عن النفس فانت هتدفع عن نفسك مزبوط وهتثبت حقك واضح جدا ان في بعدها عملية حالة من الفخر هنا I did it ان شاء الله you're gonna do it والكارت ده كمان بيوصفك يا عقرب انت شخص حساس وعندك عزة نفس وما بتحبش ابدا حد يزعلك او يدوسلك على طرف انت فعلا حساس جدا جدا اه وكمان زي ما قلنا ده بيوحي ان الحالة المجدية بتتطور ببطء يا عقرب خلي بالك من مصرفك هلخص القرية بسرعة هنا في عمل جديد للناس اللي ما بتشتغلش ان شاء الله في عمل جديد الناس اللي بتشتغل في تغيير في حالة العمل يعني بتغير department رايح من مكان لمكان تاني او بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة عندنا كمان هنا justice اما انه انت ظلمت حد او اطلاقت حكم مش صحيح او تقييم حتى مش صحيح على حد او انت بتعمل ورق حكومي عندنا هنا كمان معافاة من مرض حاجة كان بتعباك ممكن تكون نفسيا او جسديا وان شاء الله بتفوقه بتصح او بتطلق حكم نهائي اللي محسسين هو حكم نهائي ان في قبلها عملية اصدار احكام فعلا فخلي بالك يا عقرب اتاكد بس ان انت مش بتظلم حد علشان انتو عارفين بترجع تاني يعني بتظلم بتتظلم ااااا اوكي تعالوا 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 بالنهاردة انا مش قادرة ااخد وادي كتير اي حد حيضيقني عملوا بلوقة اي حد فเปريز اللي ليش عاجبوا اللايب يخرج مجح في 활동 مجاح والتمال دائرة اللي بيشتغلوا دلوقتي جعاملين على حاجة او دخلين مشروع عندهم إن شاء الله نجاح وزي ما تقولوا حاسين بفخر واللي حواليهم مفتخرين بيهم وباللي بيعملوه مرضود عمل طال إن شاء الله بيجي دلوقتي بتجي نسمع حاجات إنت اشتغلت عليها قبل كده شايفة صبر وانتظار لشيء معين هنعرف شكل الصبر ده ليه علاقة بالحالة العطفية هيبن دلوقتي حالا في هنا ماسك على مشاعر ماسك على فلوس ماسك على اهتمام مقرط على حاجة لو هي فلوس أنا معاك اعمل ده لو هو اهتمام لا ادي اهتمام أكتر من كده لا يا سلمة دمتي حبيبة قد ده واحد تاني هنا في حالة دفاع عن النفس أو حالة منافسة جديدة عندك يا أقرب يعني لا تفقد اتزانك إن شاء الله حتطلع من الموضوع ده كسبان وهتثبت حقك هتثبت حقك اللي بيقولي يقولي تزلم رانيم هتثبتي حقك في حالة دفاع عن النفس هنا أنا شايفها لا أنا ما عملتش ده مش صح هتثبت حقك هتثبت حقك وهتطلعي من شاء الله من الموضوع إما يعني متصافيين ومتراضيين أو أنت على أقل كسبانة ده دخلة مغامرة وحاسة طاقته إيجابية جدا إن شخص عفويل زي ما قلنا وبيتكلم عن اللجوان من غير ما يفكر هنا في حالة حالة ما دي بتتطور ببطء وعزة نفس كده ويعني تطلع للمستقبل أنا شايفها في كمان تطلع للمستقبل كويس قوي أنا حاسة إن الحاجات دي هيبقى لها تأثير كويس عليك النجاح والخير اللي انت بتحصده دلوقتي ده هو هيخلي حالتك النفسية كده متطلع لبكرة إن شاء الله بكرة في حاجات حلوة جدا يا عقرب الشهر ده شكله حلوة قوي عليك بشكرك يا ياسمين أوي 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 أنا مش فاهمة سؤالك يا حسناء فليز عيدي تاني كلام صحيح أنا بوجي العقرب ده الوضع الحالي عندي في حاجات كتير كويس أوي أوي حلوة جدا ستوري بي حبيبة قلبي ازايك تسلميلي يا روحي بإذن الله يا أحمد أخبار كويسة جدا إن عندكو نجاح وعندكو شغل وعندكو حاجات حلوة قوي هنشوف الحالة العطفية دلوقتي أخبارها إيه بس قبل لما نقولي الحالة العطفية أنا فيه سؤال كانت فيه واحدة سألته لي فرسالة وبعدت هالي ولا أنا برضو أوضح إن اللي بيطلب حاجة لنتوصلي ولا بتوصلها لي بتسأل الكروت دي بتتجاب منين الكروت دي مش موجودة في مصر خالص أنا دورت عليها في كل حتة ملقتهاش دامك حل من اثنين إما تطلبيها عن طريق عن طريق أونلاين أي حاجة من الواب سايت بتاعت برة والأسلب حتبتها عليها جماريك كتير جدا جدا يعني هي مثلا ممكن تكلفتك مثلا 24 دولار هتجي بيها يا إما دبل أو تريفل يعني أنا جيدي كنت عايزة لي بواحدة هتقف معاليا بألفين ونصف ألفين ونصف جدا متشيز غالية جدا وهي سعرها مش جدا واللي عنده أي معلومة تانية إن الكروت دي شافها في مصر بليز يدلني يعني أرجوكو دي حاجة ثاني حاجة بتشوفي إزاي من الكروت دي الكروت دي بلازم تتذاكر يا جماعة بتتذاكر كل كارت اللي معنا بتحفظه بلازم في الأول بتحفظه إنما بعد كده القارق كل لما بيتعامل مع الكروت أكتر التقاط بتوضح ليه يعني أنتوا شوفوا فيديوهاتي مثلا أول لما بديتقرى خالص حاجة ودلوقتي حاجة تانية خالص كل ما القارق تمكن أكتر كل ما بيبتدي يقرم رسائل من الكروت حتى برا الكتاب برا الحاجات اللي مصورة في الكتاب أي حد ممكن يقرأ؟ أي حد ممكن يقرأ بس لازم يكون عنده روحانيات شوية لازم يكون عنده استقبال الطاقة دي بيعرف يستقبل طاقة بيقدر يحس بحاجات يستشفى حاجات بيجي بقى عايزة روحانية شوية مش أي حد أي حد بس سوعا أي حد أنا مش بعمل لحاجة فزيعة فبس الفكرة إنه لازم يبقى عندكو تتمرم تمرين معينة للتأمل والحاجات دي كلها إحنا عايزين نختار النهاردة ولد يا جماعة في القراءات الخاصة الولاد شدوا حلكوا في الشير لأن قرينا بنات كتير قوي فترة اللي فاتت فلو راشد موجود معنا يا ريت نختار شب النهاردة علشان بيجي لنا اتهمات إن احنا بنقرأ البنات بس ففليز لو راشد معنا يا للا قولي له يختار لنا ولد النهاردة بس طبعا يكون عامل شير مظبوط كنا بنقول إيه؟ حدة التأمل دي يا جماعة بس بتغذي عندنا حاجات بتخلي فيه شفافية شوية نحنا بنقدر نحس بحاجات بتفتح العين الثالثة الشاكرة بتاع العين الثالثة دي بتخليك تحول تبتدي تتنبأ شوية بحاجات وتوصل لك صورة أوضح شوية بس كده يا رب أكون جاوبت على الأسئلة كلها لو فيه أي سؤال أنا معاكوا دلوقتي بقولك أنا داله كلام كله صح 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 وأنا وحديبي سبنا بعد أنا داله وهو الحمل وبعد ما خالص معرفش السبب حبيبة قلبي يا حسنة من عناية طبعا إبعاتي يا حبيبتي للصفحة وإن شاء الله في أقرب وقت نعمل قراءة حبيبتي أنا مش بكرة قراءة الدلو أنا عايز أقول لكم على حاجة برضو يا جماعة الناس اللي بقرأ لهم ويجعوا قلولي أنا سمعت اللايب بتاعك وقلتي كذا 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 ولي قلتي حصل أنا فعلا ما بفتكرش قلة قل في القراءة زي ما تقولوا ببقى في حالة يعني مجرد ما ببتدي القراءات بدخل في حالة كده فمجرد لما بخرج من القراءة بنس كل حاجة يعني ببقى شايفاها ده غير طبعا أنا عندي زهايمر ده قصة تانية خاصة بس فعلا بنس قلة الف القراءة أنا مش فاكرة قراءة الدلو كان فيها إيه لكن ما اعتقدش ان ده فرق يعني على طول يعني أفتكر ان شاء الله في رجوع بإذن الله طيب نشوف بقى الحالة العطفية أخبارها إيه اللي ما بنلهاش حاجة خالص في قراءتك يا آآ عقرب طيب تمام أوكي شكرا يا رشد حلوة قوي انت بسخني قلبك كده يا ايه يا ربنا يخليك يا رب انت القلب الجميل وطيب بس طيب بشكرك يا ايه بشكرك يا روبي قوي 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 حبايدي ربنا يخليكوا ليا يا رب طيب مكتاميني جدا ربنا يتمينك ثمانتين يا احمد ان شاء الله ربنا يتمينك ويفرح قلبك يا رب ان شاء الله ان شاء الله بصوا يعني مدائت إلا لما فرجت كل اللملة دي اتأكدوا ان في فرج جاي قيام خلاص خلاص دي سمبر حصل بعدها فعلا انا بعد نهاية طيب صرصورة انا مش فكر القرية يا روحي والله ما فكرها بس يعني بس متزعليش متزعليش نفسك اتأكدي ان ده خير اكيد خير ربنا مش هيعمل حاجة مش كويسة متخفضة ما خفيش يعني اكيد في خير يا فين راحت فين خديجة انت الاحلى خديجة من احلى موراكو احب موراكو الحالة المادية عمر احنا شفنا المرحلة الاولى المادية الحالة المادية تطور ببطء خلي بالك من صرفك اصرف بالمهم فقط تطور ببطء جدا موراكو 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 انتب تعال نشوف الحالة العطفية بتاعته عم بزة احنا بنبتدي دلوقتي حالا العقرب حالة العطفية موراكو احنا أمي موراكو طيب بصوا الحل العطفات اللي هقرب ما تصرش يعني بحقيقي ما تصرش حاجة غريبة جدا يعني طيب اللي هقرب نفسه نفسه يحس برده يعني هو مش حاس مراضي او نفسه يحاس ان هو مرتاح حتى هو مش مرتاح يعني اللي هو يا اما شاكك في شريكه يا اما حسس ان هو ما بقاش يحبه فيه عنده قلق مش عارف يعض يعني فهمين قصدي مش عارف يعض وفي نفس الوقت مش قادر ياخد خطوه مش عايز ياخد اي خطوات يعني مش عايز يتكلم مش عايز يتدخل عايز يشوف الموضوع هو حيمشي لوحده ازاي في حالة عايز او عايز يوقف العلاقه عايز خلاص العلاقه توقف هنا يعني مش عارف مش عايز يكمل ايه الحكاية عنده مش عارف شايف شريكه ازاي شايف شريكه منغمس في ذاته يعني مركز جوه نفسه ومش حاسس باللي بيدور حواليه او مش مركز مع اللي بيدور حواليه الطاقة الطاقة على حوله ولا قوته الا بالله الطاقة فيها سيوف كتير جدا فيها خوف مخاوف شديدة جدا ان عدم امان مش شايفين حتى يعني الخطوة الجاية نعمل فيها ايه ام لا حاجه حاجه مرعبه لا حقيقه ايه يعني انا خفت الشريك عايز ايه انا شايف ان الشريك يعني مش مش في نفس الصفحه بتاعتك يا عقرب بصوا الشريك شايف ان العلاقه كويسه بس عايزه شوية شغل يعني ان هو ايه شوية تزبطات ام نفسه في ايه كمان نفسه في ايجابية يعني انا شايف ان انت عمال تجذب ليك طاقات سلبية ومخاوف وفيلم روع بشغال هو عايز شوية زرقان بقى يعني شوية طاقة ايجابية في العلاقة وشوية اهتمام ركز في الموضوع الاساسي يعني عايزك تركز في الموضوع الاساسي زي ما تقوله انت يا عقرب مركز في حاجات بره المشكله فاهمين قصدي وحطت فيها كل تركيزك وكل اهتمامك لا هنزبط بقى الدنيا دي دلوقتي شريكك شايفك ازاي شايفك شخص يعتمد عليه شخص قوي شخص عنده حكمه بيعرف يفكر كويس وبيعرف يقب قرارات كويسه وبناه قوي وصل بمعنى ان علاقتك بيه كمان من ضمن الحاجات دي علاقة قوية وصلبه فايه اللي بيحصل بيحصل دلوقتي حالة موت لشيء ولادة شيء جديد في حاجة عندك بتموت يا عقرب في حاجة عندك بتموت يارب بلحقك لو انا شايفة صح 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 كويس قوي يارب انا اكون بلحقك قبل ما الحاجة دي تموت اما او يارب يكون ده اللي حيموت دلوقتي الحالة المقسوية اللي انت فيها دي اللي عايزها تموت خاص يارب بقى نموت بقى الحالة السلبية دي شريكك مش شايفك بالسوق ده او العلاقة هي مش بالسوق ده ويحل محلها ان شاء الله حاجة كويسة جدا فيه قرار الفترة اللي جاية هتبتدعو تبوقعين في قرار نعمل ده ولا نعمل ده نفضل نكمل ولا ما نكملش شايفة بعدها الدنيا حتدور العاجة اللي حتدور وهتبتدي تشوف تغيرات يعني اه تغير جامد بس انا عايزة اقولك يا قرب وانا مش هتحك عليك وهقول الموضوع بصراحة لو مغيرتش من نفسك وانقصت العلاقة دي الدنيا دخلت حتى وحش قوي معلش يعني انا هكون صريحة ومعلش خافوا بقى بس المهم تاخدوا حذر فيه خسارة فيه خسارة يعني يعني ايه حاجة زي ايه لا فيه حاجة فيه خسارة فيه حاجات وحشة ممكن بتحصل انا القرية دي نكرودي انا بالنسبالي مش كافية انا عايزة شد كارت ونشوف ايه اللي يتعمل او عشان انتو تطمنوا الشريك بيحبك ولا لا عشان انا عارفة هو ده اللي محيارك دلوقتي يعقرب ومخلي حيلك بالمنظر ده انت نفسك تعرف شريكك بيحبك ولا لا شريكك بيحبك يا عب بيحبك بس هو ممكن يكون عنده شيلة تقيلة بس عنده مشاكل كتير بس بيحبك جدا يتمنى لك الردة ترضى يعني طيب خلاص الحمد لله نبتدي بقى ايه نركز في طلاق لو النبي بقى لاش طلاق ولا اي حاجة من الحاجات الطاقة فعلا محشة جدا اللي بيحصل مش ضريف بس لو موقفتوش المهزلة دي الموضوع هيقلب نكد نكد نهدى بتوع العقرب العقرب وشريكو نهدى ايه اللي يحصل ايه اللي يتم مفروض تعملوا ايه تصبروا اول حاجة شوية صبر اهو انتظار اللي كان طلع لكم في القراية الجنرال وبعد كده شوية تفاقل بقى شوية تفاقل خراصلح راح اصلا اه حصل طلع فعلا الحمد لله سيقصارة ممكن انا اقرب معا فعلا صح كلام صح جدا بس خلاص سبنا بعض كان في فسخ خطوب فعلا طيب طب بصوا يا جمع الفسخ لسه ممكن يكون يحصل رجوع الزعلانين وثابت البيت او ثاب البيت لسه في رجوع اه حاولوا بس تغيروا اكساروا الدايرة يعني حاولوا تكساروا الدايرة بتاعت التشاؤم دي فليز الموضوع انا شايف انه فيه امل يعني الشريكك بيحبك يا اقرب طب السؤال طب هل انت بتحبه ولا انت بطلت تحبه يعني طب انا عايز اعرف ايه المشكلة الشريكك بيحبك انت مالك بقى انا شايف انك انت كمان بتحبه يعني بس على فكرة مش قد ما هو بيحبك يعني الشريكك بيحبك اكتر فيعني عقرب استاهدوا بالله استاهدوا بالله اللي حصل عندهم فراء فليز راجعوا نفسكوا تاني وده اللي لسه فيه خط راجع يعني حاولوا تصلحوا الدنيا ان شاء الله هتنشي شريكك عنده مشاكل لو هو المضوع الا اهتمام لو هو بيعملك وحش اي حاجة من الحاجات دي وعايز اتطلق بلاش والنبي الحاجات دي بلاش والنبي الافكار دي خدوا وقتكو شوية في التفكير في المواضيع دي الشريكك بيحبك وعايزك يا عقرب انت بس الحساس زيادة عن نزوم انا قلتلكو في اول اللايب كله العقرب زيه زيه زي الحوت والسرطان الثلاث ابراج دول ابراج ما ايه يعني حساسين جدا جدا يعني الهوى بيأثر فيهم بيلقوتوا طاقات بسرعة جدا عشان كده تلقيوا متقلبين المزاج بسرعة يعني بيدخل من طاقة طاقة بسرعة نفس السنية فخدوا الموضوع بالراحة اعودوا مع نفسكو شوية فكروا رجعوا نفسكو قبل ما تاخدوا اي قرار في انفعال انا شايفة